موسيقى بالفعل كفضاء هجراوي بامتياز لازلت إلى الأمس القريب منطقات تصدر أبنائها نحو الخارج سواء تجاه فرنسا قديما ثم إسبانيا إيطاليا واليوم تجاه بقاع العالم وخصص حتى إفريقيا تحولت إلى فضاء مستقبل للهجرة ولكن مع تطور زراعة البيوت البلاستيكية وتوفير فرص شعر المعطى الثاني هو أن المهاجرين من إفريقيا اكتشفوا في بنفاع فضاء للعيش للعيش المشترك لأن الساكنة استقبلتهم احتضنتهم لم يحسوا لا بعض عنصرية ولا برفض من طرف الساكنة المحلية هذا الاستقرار داخل البيوت والعمل في المزارع إلى جانبين بل في التعاملات التجارية مع تجار أحسوا بأنهم في أولا في أمان وفي مكان يوفر لهم العيش الكريم وهو الذي جعل هذه الساكنة تستقر اليوم وتغير مسارها الهجراري معظم المهاجرين مشروعهم كان هو أوروبا واليوم بدأ يتغير نحو الاستقرار وبناء الحياة ثم العودة إلى الموطن الأصل بلفا نحو 6 أو 8 نحو الساكنة المحلية لا يوفر عالقة بتانيس來طاق gutخورة لذيو الأمر ش Kes Warriors لذيو الأ vagy العناية وگانس검 والساكن ك súper統 купل لذيوين نحو الساكنة المحلية وليس أنهم لا يتساعد آخر من السلطة الأمستقر بالتص расخصيحة لذلك العaway سوف يتحب في فيشارة والجلد في المنزل ويأت serious تجاهزح الأفداد ميد لذلك إلى أي منذ الأبوار الخارجين وممالكين الخارجين على العمل بالرسولة الأمستقر ومعرفون أننا كتابات الخارجين المتحدة في الأجد درت لهم واحد ورشة استشرت معهم وبطبع الحال هذه الناس عبروا على الأراء حسب الجنسيات والمشاكل والإكرهات كانوا ركزوا بزاف على بطاقة الإقامة لأن هناك إجراءات إدارية تحت شوية الوقت ثم على مشكلة السكن وما كيطالبوا بأن يتلقى ليوا واحد الحل مساهمة ديرهم في المنطقة أولا أنهم ناس مضبطين ما كينش شغاب ما كينش مشاكل أنهم كيتعاملوا مع السكن المحلين بواحدة عريحية أنا شخصيا كان شهد الواحد ملحان وكان هنا ركيحطوا عنده فلسهم ركيبيعوش لو عنده ركيجوا عنده كين هنا في الجماعة وهذا دليل على أن هناك اندماج وأن الناس كانوا واحتقاء متبادلة بينهم وبين السكن المحلين وليدتهم كيبشون مندرسة وهذا شيء إيجابي في الدستور المغربي أن أبناء الأجانب من الحقهم تندرس لأن أنا من الدول لصدقات على الإعلان العالمي لحقوق الطفل وإحتار منها أن عندهم الحق يعني أنهم عرفوا بأن عندهم الحق في الصحة يعني أنهم كيبشون مستوصفات إلى غير ذلك وكيتلقوا الإياجات لتبعات الحال اللازيمة كذلك أنهم كيساهموا في التنمية من خلال العمل في الضيئات الفلاحية الكرة بالنطقة ومن هنا كنشيد بهذا العمل المتيرين دل هذه الضيئات أنا كان أعتبرها ضيئات مواطنة لكن هناك المناخ الاجتماعي في منطقة بالفعل لأن السكنة دياله اعتادت أنه يجو عندها الناس حتى من الهجرة الداخلية المغربية يجو مناطق أخرى أنها مرقوش مشاكل في أنهم سترفضوا بالعكس سكنين كيكيلو لهم الناس حسب المستطاع ومكين واحد البصمة ديالهم أنهم كيسهلكوا في المنطقة أنهم كيعاونوا أنهم كيخدموا أنهم منضبطين مدلينة مشاكل كيسهلكوا في الأرشطان لكي تديرها الجماعة وهذا شيئا مهم جدا بالنسبة لجماعات بالفعل لأن أنا كان أعتبرها جماعة مواطنة لأن هاتجي باربكي نشوف باستخدام المنطقة في المغرب بالنسبة لتواجد المهاجرين المنحدرين من دول جنوب الصحراء بجماعات بالفعل يعود لسنوات قليلة ماضية بمعنى أنهم بدأوا يستقرون بمنطقة بالفعل منذ تقريباً 2018 إلى اليوم اليوم عدد ديرهم بدأ يتزايد ويتكاثر بالنظر إلى مجموعة من العوامل والأسباب أهمها أنهم يجدون منطقة أولاً من حيث الأمن آمنة كذلك بالنسبة لتواجد فرص شغل خاصة في المجال الفلاحي وهذا الاستقرار طبعاً يساهم في التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي باشتغالهم في هذه الضياعات الفلاحية وكذلك بممارستهم تجارة خاصة أنهم يبيعون مواد يعني مواد إفريقية للجالية الإفريقية المتواجدة بالمنطقة وهذا الإطار ليس فقط المستقرين بالفعل ولكن أيضاً المستقرين بمجموعة تورا بقليم شتوكايت بها يعني يتبادعون بالسوق الأسبوعي المستقرين بالفعل بمجموعة توراً بمجموعة توراً بمجموعة توراً بمجموعة توراً بمجموعة توراً بمجموعة توراً مجرد لله والعجموعة توراً والمجرد للحياة فعلاناً ذهب إلى أحدث كذلك أثناء بعد ذلك أثناء في مجموعة توراً وممتازعاً وأنتم بحقًا بحقًا مع المراكس . تقليل مع الجميع ، جميعاً محاوةً ، جميعاً مع رجالة من الأشخاص . هذا هو محاوةً ومحاوةً مع المراكس . كما نعرف تلك بعض المشكلات التي تتحصل على المدينة على المدينة. عندما كنت قد نعرف هنا في دبي, المدينة كانت تشهد كثيرا. لكن مع الوظائل من المجموعة والمدينة والمجمعين والممراهدين ومسر سيد، هناك الجميع بدأت جدية باستعادة باستعادة بالطبع لنا. ومانا حدث سوف نستطيع العديد بلفار من لتغرفية من أدخل من نجيب لأننا نجيب بلفار ومن نجيب بلفار ومن نجيب بلفار لأنه كله ينسى بلفار لأننا جنعانة المصبفة لذا كنا سنعجيب بلفار في تغرفية نجيب بلفار لذلك ينسى المصبفة وأن ترسل كل مستشف الأقل من السبب الأعراضي. إنه موذجد. يمكننا أيضًا لماذا لا يمكننا المسيحة. ومننا نقوم بذلك، عندما المؤسسسين الأولياء والسلسلسلسل ومسهاريوني، أن أعطبوا بالترجمات للإجابة والترجمات. وهذا فهم موذج. ومن المسيحة. دائماً يعتبرون فرصة بالنسبة لا للبلد المستقبل ولا للبلد الأصلي فهم ينتجون قوى عاملة تنتج تساهم في الإنتاج وتساهم في فلاحة توجه نحو التصدير يستهلكون كباقي المواطنين يساهمون في الاقتصاد المحلي في إنعاء الشغل ثم أيضاً فكرة يعني معظم البيت الآن والمنازل أصبح هناك رواج بالنسبة للسكن هذه المعطاية كلها تعطي بأن الهجرة بالنسبة لبلد المستقبل هي فرصة ولكن أيضاً بالنسبة للبلد المعطن الأصل فهم يساهمون عبر تحويلات رغم قلاتها فهي مهمة بالنسبة للمعطن الأصل سواء في إعالة العائلات أو في بناء مشاريع قد يعودون غداً من أجل استثمارها